لا يرتفع الغليان في الساحات إلا عندما تتكرر ذات المطالب ولا تجد طريقها إلى بيت المواطن وجيبه الاحتقان الشعبي وعودة لهيب الساحات سيام في الجنوب يضع حكومة مصطفى الكاظمي أمام جدية كبيرة لتفعيل اتفاقات جديدة مع الجنب الأمريكي البلدان فتح حامل أفات قضية الديون وعجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى قضية الكهرباء ونقص الغاز الدعم الأمريكي لتخلص من التبعية الإيرانية في مجالات الزراعة والاقتصاد والصناعة والطاقة والتي فرضته طهران على بغداد منذ شهور دعم يرى متابعون للشن الاقتصادي في الساحة العراقية أنه مطلوب بالباع والذراع ما يرسخ الثابت الأول في بال المتظاهرين أن تقدم الحكومة أوراق ساخنة على الطاولة الأمريكية للتعهد بدعم متكافئ بين مطالب الشارع العراقي وتحصين الواقع الاقتصادي الدعم الذي بدأت به أمريكا بـ 200 مليون دولار يستمر مع الجهود المشتركة لتحقيق مكاسب مرجوة في البلاد وعدم الاكتفاء بسياسة اقتصاد النفط وهو ما نطق به الكاظمي في تصريحات عديدة ماشيار الخاص بك جهد بصيحة عمي城 ومليون أخدا واقدا تمёح عمي